في ليبيا بدأ توزيع بطاقات الناخبين وتسجيل المترشحين للانتخابات التشريعية والرئاسية وينتظر أن يستمر قبول طلبات الترشح لانتخابات رئاسة الدولة حتى الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري بينما يستمر استقبال ملفات الترشح لانتخابات عضاء مجلس النواب حتى السابع من ديسمبر المقبل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لوجستيا من الحملات الانتخابية اشتركوا في القناة يجهزوا أنفسهم سواء كانوا المترشحين للرئاسة أو للسلطة التشريعية القادمة لذلك أعطيتهم مساحة من وقت قبل حتى إعلان أو قبل البدء بالشكل فعلي في تسليم الملفات لأنها في السابق ليست من المدة فادت بأنها تم حتى يعطاهم قوائم التسكية المعنية بتسكية الرئيس أو تسكية مجلس النواب لذلك تعتبرها التواريخ نعتبرها منطقية نوعا ما نعم هو الوقت ضيق جدا ولكن المفوضية في السابق هي كانت تجهز نفسها وكانت تعد نفسها لوجستيا حتى هي تعلم بأنها لو في حال لم تتحصل حتى على قوانين انتخابية ولكن هي أعطت إذن بأنها جاهزة لانتخابات 24 ديسمبر في السابق ولكن هي تنتظر القوانين لذلك المفوضية لوجستيا جهزت نفسها ورتبت نفسها ورتبت وعدد حتى قوانينها الداخلية ولواحة الداخلية بزارة قوانين 73 و74 بالتوازي وتحضير لهذه الانتخابات دعوة من الرئيس الفرنسي والرئيس المصري وتحضير لمؤتمر باريس كيف يمكن اليوم قراءة هذه الدعوة لخروج المرتزقة والجماعات المسلحة قبل موعد الانتخابات وهذا أمر شبه مستحيل نعم وأصبح الأمر شبه مستحيل لأن مسألة تخراج القوات اللجنبية والمرتزقة هو يتطلب خطة وهذه خطة تشمل أعلى مراحل في اعتقادي بأنه تكون حتى ليس أقل من سنة بأنك اليوم تخرج 20 ألف مقاتلة الأراضي الليبية المرتزقة يتطلب كثير من الواقع ذلك في اعتقادي بأنه سيتم وضع آلية معينة ليسحب زي ما تم طرحها في السابق بعد أن يتم ساحب القوات اللجنبية وكذلك المرتزقة إلى مناطق معينة بحيث أن يصبح في هذه المناطق حتى يتم عدادة الانتخاب 24 ديسمبر وثم سلطة القادمة ستبدأ في ترحيم كانت هناك مطالبات في بداية الأمر وكانت هناك مطالبات سواء كانت من الدول الفاعلة في المشهد الليبي أو كانت حتى من الليبيين أنفسهم بإخراج هذه القوات من أراضي الليبية قبل الانتخابات 24 ديسمبر ولكن للأسف تعذر قروجه نتيجة بصراحة تقاعص حكومة الوحدة الوطنية للأسف في التعامل والتعاطي مع اللجنة العسكرية المشتركة 5 زي 5 في مسألة إخراج القوات لأن هذه اللجنة أصدرت العديد من القرارات وكذلك العديد من البينات بأن تطالب إخراج القوات اللجنبية في أقرب وقت ممكن ولكن هذا الأمر يحتاج إلى سلطة سياسية تستطيع أن تتعامل مع هذا الأمر لأنه يحتاج إلى إرادة محلية وإرادة سياسية محلية قادرة بأنها فقط الهدف من هذه الانتخابات اليوم إنهاء حالة الفوضى وعدم الاستقرار برلمان جديد ورئيس جديد لليبيا ألن تشكل قضية المرتزقة والمقاتلين الأجانب ربما ضربة مباشرة لهذه المرحلة الجديدة وما السبيل بعد هذا المسعى الإطاضي الألماني الفرنسي في مؤتمر باريس نعم وبصراحة نحن لا نتفاعل كثيرا بالمرحلة الانتخابية القادمة نعلم هي محفوفة بالكثير من المخاطر ومجازفات ولكن أقل شيء تكون أقل ضرر من الآن نعم حتى وجود مرتزقة إلى هذه اللحظة كذلك وجود القوات اللجنبية هو حيشكل بصراحة أنه عائق أمام الانتخابات في نجاحها في مسأة أن تكون انتخابات ذات مصدقية كبيرة جدا لأنه بصراحة لأنه وجود القوات اللجنبية ويعطينا بإشارات بأنه لو في حال فشل الانتخابات ستكون هناك حرب قادمة في اعتقاد أنه كان يجب إخراج القوات اللجنبية من الأراضي الليبية قبل حتى يبدأ في الإعلان عن الانتخابات 24 سبب لأن هذا يعطي حتى نوعا ما الثقة ما بين جميع الأطراف وكذلك يعطي حتى الثقة ما بين الشعب الليبي لأن الشعب لديهم مقاوف في حالة أنه لو فشلت الانتخابات سيعاود القتال مجديد وحن نرجع إلى نقطة صفر إلى نقطة 2014 القتال وكذلك استعانة بهذه القوات الموجودة بصراحة هناك غاب حصن النية بصراحة لذلك الأطراف في مسألة إخراج القوات الأجنبية باستثناء اللجنة العسكرية لجنة 5 زي 5 الذي نادت في العديد من المرات بإخراجهم ولكن بقاعم إلى الآن يعطي بصراحة علامة استفاهم وكذلك يعطينا مقاوف في حالة أن فعلا هذه الانتخابات فشلت أو صار فيها نوعا ما من الخلل وكذلك الأخير وقالت لذلك ستعود القتال بمعنى أن هذه القوات هي تجهز نفسها وتحضر نفسها وتكون في مناطق منعازلة نعم ولكن إذا بدأ الأمر بالقتال ستعود للسحاد وكذلك تعود للمحاور فكان أخراج القوات الأجنبية بصراحة كان نقطة مهمة كنا نشدد على أخراجهم منذ البداية لكن للأسف زي ما ذكرت الآية أخفقت الحكومة الوحيدة الوطنية في مسألة إخراج لذلك نحن نعول بصراحة نوعا ما على السلطة القادمة هي أمام تحديات كبيرة والطريق ليست بالمفروشة بالوضوى لكن ليست بالمستحيلة إذا كانت هناك رغبة صادقة من من ينتخبهم أو يرشح الشعب أو ينتخبهم الشعب في المرحلة القادمة سواء كان رئيس دولة وكذلك كان أعضاء عن مجلس النواب القادم لذلك هو العمر بصراحة ويحتاج إلى إرادة وطنية ويحتاج إلى شخصيات فعلا تكون من أولوياتها يعني استقرار ليبيا وكذلك يخرج هذه القوات الأجنبية لدينا مخاوف لا ننكر ذلك بصراحة هناك مجازة في مسألة الانتخابات حتى التواريخ ما بين انتخاب الجولة الأولى وكذلك الجولة الثانية هناك من حاول أن يبرر بأن هناك ستكون مخاف في حالة أن المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية فشلت فيكون هناك سلطة تشريعية وهو مجلس النواب قائم موجود حتى لا نقصر أي وجود جسم سياسي في هذه المرحلة لذلك في حالة أنه لو قدر صار هناك بصراحة انكسام حاد وانصيدام حاد بعدم قبول النتائج حتى من الجولة الأولى ولا من الجولة الثانية لكن ستظل لدينا السلطة التشريعية هو مجلس النواب الموجود الحالي يحافظ على استقرار ويجاهز لعملية أخرى انتخابية أو بمعنى لا تنزل البلاد إلى فوضة سياسية وكذلك إلى فراغ سياسي رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية جمال الفلاح قد معنا مباشرة من بنغازي الليبية شكرا جزيلا لك